بصعوبة بالغة تصل الطفلة رونق إلى منزلها بعد جهد بذلته لعبور هذه الأكوام والأنقاض في شارعها فأكثر من ستة أشهر وهذه الشوارع في حي الجمعية وسط النجف على هذا الحال بعد تلكئي أكسائها وإعادة تأهيلها أهالي الجمعية نشكوا من أن المقاولين يتلكون بالعمل وخاصة العمل المقرنص والتبليط وإحنا هذا العمل بشروع مال المقرنص والتبليط إلى حوالي ستة شهر هذا الشارع بحالتنا يشوفوه هو يوم يقطعون بقرنص يوم يقطعون اللوال يوم يقطعون يذبون تراب ويروحون وخلوا البيوت ما أحد يقدر يصعدها لأن البيوت صارت عالية أكو بيوت عالية يعني حتى المرة ما تقدر تصعد يعني الارتفاع مالتها تقريب متر قاموا يسوون طابقات يعني أنا أنا واحد من الناس لما أطلعوا أهلي أتمشى مننا ذاك اليوم رجلها اللوات هذا أساسا يعني أموال الناس يعني هدر بالمال العام هذا مديرية بلدية النجف رفضت التعليق على تأخر وتلقي إنجاز مشاريع الإكساء بعمم مناطق المحافظة في وقت تتفاقم فيه معاناة الهالي حيث تعيق مواد الإكساء الأولية حركة المواطنين وتنقلاتهم منذ فترة طويلة فإحنا الناشد السيد المحافظ أنت المشرف العام هل أنتوا تنفذون هذا المشروع تنفيذ مباشر أم مقاول إذا تنفيذ مباشر حضرتك ليش ما تضع سيادتك وتشوف هذا العمل من أدي يشتغل من أدي يتلكى شين نوع العمل زين هذا العمل ما بي مهندس إذا كان من قبلكم أو من قبل المقاول إذا مقاول المفروض تطلعون المهندسين تحاسبوا وإذا من قبلكم تشوفون عملكم هذا ليش العامل وحده يشتغل العامل يسوي الساقية العامل يسوي المجرى العامل يحفور أو الساق الشفر هو يحفور بدأت به العمل منذ ستة أشهر وكان العمل غير لائق بهذه المنطقة النوب الشارع انترك يعني يوم واحد قصوا وعافوا شهر قجعوا جابوا سبوية سبوية درجة ثالثة كل جنمودة هل قد ظلت تعرق الطريق الوادي من راحة وإحنا عندنا طلاب مدارس عندنا نسوان مرضى وبسبب تلكئي وبطء إنجاز مشاريع إكساء شوارع النجف فقد تضررت وأطلفت أغلب المواد الانشائية لتلك المشاريع التي أعلنت الحكومة المحلية عن رصد مبالغ مالية طائلة لإعادة تأهيلها من النجف محمد رزاق أتغيير